اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ربنا خريفة فاندو تعلي باتك باشا شكلين يا رجالة الله حفظ يا فاندو باش يا فعروس يا دي نبي يا دي نبي هلو ايه يا حسام قلقتني عليك طميني عملت ايه في المؤمورية الحمدلله حبيبتي مسكنا الواد طب يعني ما كلمتنيش للطميني اول ما خلصت انت عارف انا ببقى لانا ازاي هعمليه بس يا سلمة كنت عند المدير انا حطير على البيت البس البدلة واجهدك من عند الكفر طب قولي حبيبي هتلبس اني بدلة السموكينج ده لابو العروسة طيب البس بقى الكرفاطة اللي جبتها لك في عيد ميلادك عشان هتبقى ماتشنج قوي مع الفستان اللي انا هلبسه ماتشنج ايه وبتاعي بقولك سموكينج سموكينج يعني بابيون يا سلمة بابيون ايه يا حسام ده انا كده اغطرة غير الفستان عشان كنت بانية كل حاجة على الكرفاطة اللي انت هتلبسها لا وعلى ايه خليك انت بي الفستان وانا حغيري البدلة والبابيون وحالبس بادلة عدية عشان الكرفاطة الحمر اللي انت جايبهاني حاضر يا حبيبتي مع السلام في لحظة كده غيرت الكرفاطة وعمل لي مسيطر وكماندا في الاول بس عشان لصة مخطوبين كلهم بيقولوا كده في الاول يسألنا انا اش معنى لان في الموضوع ده انا قائد اقولي قائد خالي من ايه بقولك اقولي قائد والمسلك بيقولك ايه اللي بتجوز قبلك بيوم يعرف عنك بساني اتفضل فتني ما انا بقولك اللي بتجوز قبلك بيوم ما اعرف عنك بساني عارف يا ده ما اتنس انت بتفكراني بمين الوقت محمد اخويا الصغير بسم اللهي ما شاء الله سكر زيك كده عسل عسل يلا يلا خلاص يا ستي ارتحتي اتطمنت على حسام ايوة ماما اتطمنت على حسام انت مالك كده يا عصمة اقل شمحت البيت ومتبعها بكل اخطواتها قالك جري يا سعيد مالك يا اخويا عريش ملحيتي كده ليه بس ابنا اتكلم معا بنت يا اخويا براحتنا فيه جري ايه بس يا عمو العريس هدي نفسك كده النهاردة فرحة جماعة انا عايزك تب يقول عن اخر ابوك مستقصدني في الروحة وفي الجاية انت اللي مستقصد البت حرام عليك يا شيخ حرام عليك سبيها بقى تعيش بحريتها جري يا سعيد بنتي وبوعيها بفهمها تعمل ايه ما تعملش ايه ليه يا ماما ايه الغلط اللي عملتوا في مكالمتي مع حسام مسلا ما دلوها عليه ما انتش عارفة سيطار يا سالمة اسيطر علي ايه يا ماما احنا في خناقة احنا بنحب بعض عيب يا بنت فيه بنت مؤدبة في الدنيا تقول الكلام ده اضب بابا وما متعق طيب يا ماما طالما بقوله من وراكم ممكن اقوله من قدامكم عادي مفيش حاجة طيب انا هروح البس طيب يا جماعة انا هروحنا كمان للحلاء عشان الحاجزي ميروحش علي اه ماما النهاردة فرحي اه فرحي ملسوطة ملسوطة يا اختي اهم كلهم كلهم طفشوا مباركة فيك رايح فيك هاخد حمامة تاخد حمامك عارف لو زل وط الدنيا هيحصل ايه مش حصلك كويس انا دخل اخد حمامي وراك حاطف استنى عندك حاطف هي يا كلبي انا قلت احتجوازت يا اب يعني اتجوز جار مش هتجوزوا يا عمي ولو تبقى دي السمع على الارض هكسلك راسك الناس فدي انت عايز تفضحينها من الخلق انا قلت كلمة ولا يمكن ارجع فيها ما عندناش حريم تكسر كلام رجالة فاعمة يا عمي انا مرة بميت راجل وانت عارف كده كويس ولا نسيت انا بتجاب التمين انا بنت كبير التراشنة الله يرحم الله يرحم يا سدي ويرحمنا منك عاد اسمعي انا الكبير دروبت كلمة دي والشورة شرطي وكلمة دي لازم تنتقفز اسمعي كلام عمك يا بنيتي ما تنشفيش راسك وان يا حكمة دي ابدهزن الرجال ومالوه دومه والف وحدة تتمين الطراب اللي بيمشي عليها انا قلت اللي عندي ما هتجوزوش يعني ما هتجوزوش يا بنت الحلال الجوازة دي هيترتب عليها مصلحة كبيرة بيننا وبنعتهم وانا لعبة في يدكم تجدوا بيها مصالحكم بعدين ترموها مش كفاية وارسة أبوية اللي حرمتني مني بعدين في الكلام اللي يفور الدم دي استهدي بالله يا حكمة واعدي الليلة دي على خير عمك سادك في مجام أبوكي وبيدور على مصلحتك مصلحت ايه؟ ولا مصلحت هو؟ يا سامن عزماً لو ما تجوزت دي أب لا تنخرك يا رين واتاوي جدتك واخلي الدباء اللي ازرك معرفيك ايه اشتريك جلق افضل افضل يا سيد الناس افضل تمام افضل فوق يا ابن بطع الكتعي وا 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 وا.. سيدي جابرнали.. في مصر الخاربة ادي ناورت يا سيدي الحمدلله بالسلامة سيديك ال żّيهأ Erfahrبي College س.. S-Sidy Program Math يا ابن им جوه و ponto الخلكات اللي إنت لبيسها دي فين يا دي اللي أسي женщCor banyak دي 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 دهدمة فرانجي جي ريفشي لزوم العشاء في مصر والنعمة الشريفة نظيفت يا ابن باطعة الكاتع Lindsay وإيه جزائز الخمرة دي كلها دي 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 إيه دي إيه دي دي يا دي كل إيه تخصي سيدياد سيديك رياد دا كان جالبها ما أصخر عاد دي طيب أنا خشيش له لا 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 يا سيدي جابر أبوش يدك لا دا يموتني يجطعني يجطيح جابريلم العفش أفهم يجطع الجطيع لي أفهم أصله 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 يا واحدة علي أصله أصل عنده ضيوف ضيوف بيقابل الضيوف في قط النوم أيوة دا الحدي بتاعه سيدي دياب بيقابل كل الناس في قط النوم إلا جرايبه لا حول ولا قوة إلا بالله قال إيه خشيش له سيدي جابر سيدي جابر لا يا تاق لا دياب ألا إيه منظر دي إيه منظر دي ؟ أه مطمى سيدي جابر وبعدين أخوه ومتوحش وريض يشوفو إنت إيش أخ شاشك إيه ف submerged ماذا؟ جابر؟ خبر ايه؟ حصلت حاجة؟ حصلت حاجة؟ النهاردة فرحة كعريس قوم احنا بجينا بعد العصر نسيت اياك انسى كيف ما اناها يا جابر اجهز نفسي قوم اصطر نفسك وحصلنا على بره يا الدبوي لا انا جيت عرصتنا الحلو خلصت لسه زجابة اجلا؟ ايه الحلاوة دي بسم الله يا ما شاء الله يا باختك ام ساير ايه رأيك بقى الفستان حلو؟ بسم الله ما شاء الله امر الوقت ساير لو شافك هيوغم علي من الفرح انا مش عارف اليمامة دي هتتجوز قلب الطوب ده ازاي طبعا مين يشهد للعروسة شفت ايه شاهين ده اللي كنت بعدها على رجلي واخدها جبلها الشوكولاتة كيبرت وبقت عروسة ممكن لو سمحت ما تكبرش نفسك كان نفس ابوك اللي ارحمه يبقى عايش ويحضر معنا اليوم ده جرى ايه يا حسين ما انت ابويا واخويا ربنا يرحم بابا ويطويلنا في عمرك يا رب ربنا ما يحرميش منك يا حبيبتي يا نالو بجده مش فاهمة يعني ايه الصبح يدربك بالرصاصة وبالليل اللي روح فرح واخده يا حبيبتي اللي عامل حسين ده تكتيك احنا ما نضربين عليه مش غلط منه يعني تكتيك ايوه عشان نشيل له حركة الخصم ونسيطر عليه والله يا شكلك انت اللي عايز تشليني وبعدين افرد بقى الكتر رصاصة ردت في وشك وحصل لك حاجة انا كنت عامل ايه يا حبيب تهدي مش كده اللي عمر بيهدي اللي بقولك ايه من الاخر كده شغلانتك دي مش مريحاني وطول الوقت عصابي متوترة انا همالك مناش غيرك بتلك انا ضربة مباحث ومفعش اكون في اي حاجة الا المباحث خلاص اطلب منهم ينقلوك مباحث الكهربا الكهربا ما هي مباحث برضه ايبقى انت كيب بتهرج امان ايه ده انا مش بهرج انا همالك مناش غيرك انت لو حصل لك حاجة احنا هنلوس بس كده عشان هتلوسه يعني يجودي في حياتكم مجرم مصلحة ما تقصش كده يا زوز انت عارف ان احنا حياتنا من غيرك ملاش طعم لا بروز علي بطل ضلعت علي اه من راحة مالك سوري طب ايه بطل قولي كيه استنى امم احنا لازم نروح للفرح ده النهاردة ولا انت لكي رأي تاني لا مالي بس هنروح للفرح بطل شقعه انا ما صدقت ان ماما جايد بيت مع مالك انت عامل حسابك ومرتبة كل حاجة هو يعني مها فرصة نخرج من غير مالك امتى اخر مرة خرجنا من غيرها مش فاكر طب اقولك يستنى بقى هزاك تساعدني اختار فستان عندك اوبا ده تفك عندك الطويل والقصير بس راحة الاتنين وحشين روح شوفي مين يلا روح شوفي مين تفاهم الحمير في اكل الجنزبيل هافتح الباب سلامة هلو ايو حج اهلا اهلا يا معتز اهلا يا حبيبي وحشتني وحشتني اوي وملك كمان وحشتني اوي اوي هاتيجو امتى بقى يا اخي لا 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 انا عايز اشوفها فك في اسرع وقت تحت امرك يا بابا اجيبالك على اخلي الاسبوع تشوفها المهم انت بس تطمني على صحتك بتاخد الدواء في موعيد ولا بتكسن دوايا ان شوفكم حوالي يا حبيبي خد اخوك مونير عاوز يسلم عليك ويتطمن عليك كالو اهلا معتز هاكون بقى اعمل ايوي يعني من امتى المتمرمة في المحل لامتى بأتحابير وجال الهم والعادت كله على المال وما حد سايفية وانت بسلامتك شاقة بطلكم عادي وكل اول شهر بتفكر الشهرية بتاعتك هاد 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 ما انت عارفه أخوك الكبير وطول عمره غلمف ماشي يا حبيبتي ماشي لاي لاي إلا الله محمد رسوله انت ايه يا أخي انت ايه هتبدل طول عمرك كده مش حال ما كنت انت الكبير وهو الصغير هتبدل طول عمرك ليه لك من نيره لما أنا ما مكرتش على قفايا وما تكلفتش بكلمتين كده في التليفون ازاكها مونير عمليها مونير وطمين عليك لا حبيبي وطول النهار قاعد عط يدك ما يزاعد ويجي لها كل شهر عاوز المعلوم عادي الشهرية وهو بيقض من جيبك لا ده مالي مالي وأنا حر فيه أنا لسه ما مرتش انت عاوش يونسني بالحياة بقى تشير عليك يا ابا معلش انا متعصى بس زحمة الشغل وضغط الشغل علي هو اللي كلانة بقيت البؤيندو اوه يا كده يا دي بدلتك يا زوز ده فستاني كبري انسي زوز انا بموت فيك ده فستاني شفته في المال عنا الله يطمر بس بحبك برسي يا زوز بحبك 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 بس ده جواز مش بيعه وشروة يا جابر واهدان اتطمن يا دياب اتطمن ابوك ما حينجلكش حاجة عيفش وواصل وبعدين يعني هي دي اخر جوازه وبعمل زي اتجاوز اربعة والثلاثة التانيين وباقتارهم انت على هواك يا اخ انا فاهمش ليه ابويا مصمم على الجوازه دي بالذات دماغي حتشدت افاهمك حكمة داي من عيلة الطراشنة عمها يبيسادك بيه الطراشني نايب دائرتنا ليه مصنح كتير جوا عندنا وكلها في مصلحة شغلنا والمثل بيقول اللي ملوش نايب بيشتري له نايب هيوة والنسب بيحمل مصالح ويجويها اه تقولك دي اتبيعوني عشان المصلحة وعمل اندياب جنطرة تعدوا عليه ها المصلحة واحدة يا ودابوي المصلحة واحدة باي باي با يا دوتي هشوفك تاني امتا خلاصك دي جثلت من النهار دا ما اتشوفهوش تاني واصل ليه بس كده اصلاعي تجوز بعد الشر عنك ايه دا الموضوع بجد بقى محدش ضامن خلينا اعطي ليفونك طاهر امرك يا سيد الناس خد منيها المفتاح شايلافل شايلافل بسرعة كده طب بقولك ايه لو احتاجت المنامي اني مفتاحي موجود انت بتعمل ايه يا واكل ناسك انت ولا حاجة يعني هي جات علي ما نتكفهوش اللي عملو فينا كمان عاوزنا اتجوز على كيفو استهدي بالله يا بنايتي واتجوزي دياب عن اجل حيبقى ضهرك وسندك ويعرف يجيب لك حقك منور سابوكي اللي خده عمك وحطه في جابه انا موافقة بس عشان يتجيب لنا حقنا ولا من ناحيتي مش ههملك واصل وجوزك ده هيكون يدي بيده وفي مجام اخويا الكبير موسيقى ودي الكرابات يا ست سلمة وحمراء علشان ايه بتعملين ايش فيلم بسم الله ما شاء الله الله اكبر ربنا يحميك ويحروسك من العين يا ابن ويخليك لنا ماما انت لزي الأمر ايه دلعنا ايه وان طبعا دلع ونص كمان تعرف يا حسان انت الوحيد في اخواتك اللي طالع زي ابوك واخد هبته كده وطلته او الله ربنا يجعلنا زيه في اخلاقه مايبقى الشكل بس اماما ومين قال انك مزيه في اخلاقه انت تربية ايه يا وان المصيبة ان انا تربية ايديك اماما مصيبة ان انا ربتك يا وانا لانك ربتين صحة اول في زمن مفروش الاغرط كله شياطين بعد علي كله شياطين من الشيطان الرجيم وهو يحميك منه طب ده يمشي مع الشياطين الجن هنعمل بقى في الشياطين الانس اللي كل شوية تواسوسلك 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 لما الواحد هيروق في دهي ايمانك بالله هو اللي هيحميك من الشياطين ومن يتق الله يجعل له مخرجاً صدق الله العظيم ونعمى بالله ادعيلي يا ماما ادعيلي ربنا يحفظك من كل شر وسوق ويكفيك شر الشياطين يا رب امين يا رب العالمين والله يا لسه بسرتك لسه بسرتك طبعاً انا قاعد مرمي في الوادي الجديد وانت قاعد هنا واخد كل الدعا وحشني اه وانت يا رايد اخبارك ايه جيت انت انا قيب من الوادي الجديد من ساعتين الله مش فتاكش يعني ما انا كنت هركان قوي دخلت نمت لسه صحي دلوقت وقاعد معنا كم يوم قول لي بقى يومين وراجع زي كل مرة فرح اخوك اخر الشهر لو ما حضرتوش حتبحك وبعدين الواحد ما بيغلطش وتجوز جل مرة واحدة في العمر لا ما تلاقش قدمت على مرضي وقاعد في ريبزك عشرين يوم اللي اقول لي انت معناتش فرحك انت وسالما ليه مع شاهندا وساه ايش حال ما يكونوش اخوات زيكم ولا انتوا غنيو انتش احطاتونا وخلاص سالما يا سيدي اصرت قالتلك ده هي ليلة العمر اتبقى ليلى واحدة انا عايز هي ليلة الواحدة الله ما هي عندها حق يا ابني هي الواحدة بتتجوز كم مرة مش كده ولا هي يا راي؟ تمام يا مام تمام طيب يا ظن انا هاخد بقى البنات كلهم واسبقكوا عالقا حسنا بنات ايه اللي تاخدهم يا صاحبات شايندي وانت مالك ومن صاحبات شايندي ما انا قلت ازنقم كلهم في العربية الصغيرة عشان نسابلك العربية الكبيرة يا عم انت وماما ولا ارسال يا رايز اتو زنقم في العربية الصغيرة انت لا يا سياد ان انا خاطب بلازة بروح اجيب خطبتي ما اخده تاكس ولا يجو ماشي ما اخده تاكس ولا يجو ماشي لا تاكسي ليه ما انا موجود هتركب صاحبات اختك في تاكس وتشاحتاتهم انا هاخدهم ما امشي انت تفقد خالص خالص يا حسان ما يصحش البنات قاعدين مع اختك من الصرح نركبهم تاكسي يينفع ده لا ازاي اخدهم وروح لخطبت يا جيبه من عند الكوفير وارجع هاخد البنات قمر الله اوع اوعا يا حسان تعالا هنا اهو لما انت هتموت على البنات ما تتجوز بقى وتخلصنا يا اخي اتجوز تجوز ايه ونيلة ايه مش الجواز ده محتاج ملغية كان زمان يقعب بلاغي دلوقتي مع واحدة منهم عشان اتجوزها اديك بوصت يا ابني يا حبيبي يا ابني يا حبيبي انت لسه صغير دلوقتي بكرا لما تكبر وتعجز ها عوض حد يقعد جنبي حد ياخد باله مني عشان لما يعديني تدوق مش ده اللي كنت هتقوليه اه وانا هخش لدوني عشان اخرج مني انتوا فاهمين الجواز الواجب شاك نوك يا حسان هات البنات دي لا العلي العظيم ايه ده بقى ان شاء الله تلسه ماجستيش اجهة زي بس يا معتز الفستان ده غالي قوي جبتوا ليه ليه ايه فيش حاجة تقدر عليك يا حبيبي لا بتكلم جدا يا معتز انت مرتبك مكافينة بالعافية لو جبتهم الفلوس مرتبك هنرجعه على فكرة اتطميني يا ستي جبتهم مكافأة خدتها من الشغل ارتحتي؟ يعني يوم ما تاخد مكافأة من الشغل بدلا من حطها في قصات الشقة بتجيب لي بيها فستان يا معتز زحرام عليك واحنا جينا في شهر وتزرقنا واحنا ربنا استنى معنا والحمد لله خلاص ما تزهرش يا معدين انا ويردنيش ان المراتي حبيثي تروح فرحة زي ده الا فستان جديد ربنا نخليك لاقي يا موزة يلا بقى لالفرح يفوتنا ولا نعد بطل بقى يلا روح يلبس بساعة ومكون جهزة بص قدامك يا محمد يا ابني بص قدامك لعنعمل حادثة كده انت تبص عليهم ليه؟ عارف يا ماما ابنك حسين ده مبخت من يومي انت هتقولي ده اخويا وانا عارفاك كويس طبعا محزوز مش خد بختي وليه بقى ما تقولش ان هي اللي محزوزة عشان مخطباله خلاص خلاص ريحوا نفسوكو هم الاثنين محزوزين الله الاغنية دي حلو قوي يا حسين نسيح 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 مفكر يا حسين لما رقصنا عليها انا وانت في عجميلات شهان ده من سنتين؟ رقصنا هي يا نسا جهان وسنتين ليه؟ وشهاندة ايه اصلا هو رمي بلا هتودينها في داية بتعرف ترقص يا حسين؟ ها؟ بتعرف ترقص؟ بيرقص حلو قوي لا والله والله انا يا دوبك بفك الخط في الرقص يا سلمة جهان بتبالغ بس احسنم ربيها من وهي قد كده طبعا ها؟ لا 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 الرقص ده احساس وانت احلى حاجة فيك انه عندك احساس حلو قوي خصوصا من يرقص سلوب هو كمان سلوب؟ اه اه ايه يعني انا ما بتبالغ تبت مش بقول لي بتبالغ اه اه تبالغ ليه؟ انت كل حاجة دايما كدا دايما بتبالغ دايما بتبالغ لا انت مش عارف اقيمت نفسك والله يا بختك بي يا سلمة يا بختي فعلا طب لحظة بقى كده نسيني خالص اي يا حسام؟ ما لك قفلت القناية مرة واحدة كده ليه؟ يعني اسلحنا على طريق واربع كوتشات وحطة حديدة في الهوا محدش عارف بقى يعني الواحد لو لا قدر الله حصل حاجة يعني بقى بيرا قرآن في سره بيعمل حاجة مفيدة وانت يا سلمة بعد اللي اسمعتي مني انيسة جهان عايزة تكملي كملي مش عايزة كل شيء اسمها نصيبة بنت الناس ترخيرك يا جهان يا حسام يا ابن المحظوظة يا والا بصوا قدامك هنعمل حادثة اه محظوظة 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 مش اكلك اخر مرة حتشوفها يلا يا رسل عيني 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 على الولا شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر